في جلسته الاعتيادية أشاد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالمبادرات الرائدة لجلالة الملك الموفدة حفظه الله ورعاه في مجال الحريات الدينية والحوار والتعايش بما يسهم في تحقيق السلام العالمي ومحاصرة التطرف والكرهية عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس وبحضور معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب الرئيس ورحب المجلس بإعلان مملكة البحرين لتعزيز الحرية الدينية وإطلاق مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي لافتا إلى أن ذلك تتويج لمسيرة بحرينية حافلة في هذا المجال وبمناسبة قرب دخول السنة الهجرية الجديدة رفع المجلس تهانيه وتبركاته إلى القيادة الرشيدة والعائلة المالكة الكريمة وشعب البحرين الوفي وإلى عموم الأمة الإسلامية سائلا الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة على جميع المسلمين في العالم إلى ذلك أكد المجلس أن موسم عاشراء يعد من أهم المواسم الدينية في البلاد ويعكس بوضوح حرص مملكة البحرين على صون الحريات والشعائر الدينية ورعاية التعددية البحرينية البناءة وسط أجواء التعايش السلمي الآمن التي عرفت بها البحرين منذ القدم لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذه الحريات المرعية تعكس الثوابت والقيم البحرينية الأصيلة في التآخي والتلاحم والاحترام والوسطية ودعا المجلس جميع القيمين والمعنيين بإحياء هذا الموسم الديني الحيوي إلى استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والاجتماعية بتجنيب الشعائر الدينية كلما ينتهك من قدسيتها أو يمس الثوابت الدينية والوطنية مشددا على ضرورة احترام الأنظمة والقوانين والأعراف بما يحفظ للشعائر مكانتها ويوفر لها البيئة الآمنة داعيا الخطباء إلى الالتزام بالطرح الهادف والبناء والمسؤول والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الفتن أو تسيس الشعائر الحسينية وتجييرها لصالح أجندات حزبية أو فئوية وفي سياق منفصل هنأ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية الشقيقة بنجاح موسم الحج معربا عن تقديره العميق للدور الإسلامي الكبير الذي يطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وحكومته الموقرة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي موضوع آخر ندد المجلس بشدة ما يتعرض له مسلمون روهنغيا من انتهاكات صارخة واستخدام للقوة والعنف ضدهم من قبل السلطات في ميانمار ما أودى بحياة آلاف الأبرياء وتشريد عشرات الآلاف منهم بعد ذلك بحث المنجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال موسيقى موسيقى موسيقى